مونا مشاهدي الأفاضل أساد الله صباحكم بكل خير أولى نشرتنا الرياضية أستهلها بأهم ما تناولته الصحف الرياضية المحلية الصادرة اليوم الأحد الموافق للسادس عشر أكتوبر الفين وستة عشر البداية مع الشباك التي افتتحت صفحتها الأولى بهذا العنوان قالت فيه ميسي الممتع يعود ويبدع وهذا من خلال فوز فريقه برشلونة بربعية كاملة على الضيف دي بورتي فولا كورونيا أين كان نميسي لمسته الخاصة عندما دخل بديلا وتمكن من توقيع الهدف الرابع للنادي الكتالوني إلى موضوع آخر تطرقت إليه اليومية قالت فيه بأن ذي أبا روما يحسمون ديربي الشمس لصالحهم بعد الإطاحة بنابولي بعقل داره بثلاثة أهداف لهدف واحد وشهدت تألق المهاجمة البوسني إيدنزيكو بتوقيعه لهدفين نفقة المصر محمد صلاح الذي كان السمان قاتلا في دفاعات نادي الجنوب الإيطالي يومية كومبيتيسيون نطق بالفرنسية كتبت في صفحتها الرابعة ملودية بجاية تضيع الفوز في الدرب القبائلي أما الشبيبة في المواجهة أمام شبيبة القبائل في المواجهة التي احتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزيوزو وهذا بعد الأداء الجيد لأشبال المدرب ناصر سنجاق في هذه المواجهة التي انتهت على وقع التعادل بهدف في كل شبكة أما لوبيتور ناطق بالفرنسية فتقرؤون في صفحتها السابعة نتائج الجولة السابعة كانت في صالح المتصدر اتحاد العاصمة المتعثر رغم تعطره في الدرب العاصمي أمام الجارة الملودية لأنه وصل الريادة بعد تعطر أقرب الملاحقين ملودية وهران الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز خارج الديار أمام شباباتنا واكتفى بالتعادل هدفين لمثلهما